السلام عليكم مرحبا بكم شبيب القبائل دمارات في المركات والدمارات الصح رسميا المدافع العصر مروان خليف لاعب لشبيب القبائل يقال ثلاث سنوات قادما من شبيبة الصورة نتمنى ان شاء الله يكون اللاعب لسدهاد الثغرة لمنذ سنوات شبيب القبائل ما شابت انه لاعب كما أريال جوش مليح كما الأقل بن شريفا المهم شبيب القبائل كسبت اللاعب اول حصة تدريبية للفريق في تربصين البنيان بهضر الوافد الجديد باباكا السارة وايضا بهذا الدفاع يكتمن ان شاء الله ربما رباعي راح يكون من ذهب لشبيب القبائل تقريب شبيب القبائل حتى مع شكال ايضا لما يمضي ربما التقديم راح يكون في الساعات القليلة القادمة ان شاء الله مكسب كبير لشبيب القبائل مع دفاع راح يكون ربما هو الأحسن في بطولة الوطنية ان شاء الله يعني مع هذا الاختيار يعني صراحة نقدر نقول بلي جبنا سطاف تيكنيك ربما مسيرين في المستوى امثلا مدان دودان راهم كانوا في المستوى وكانوا عرفوا كيف يخيروا التشكيلة ان شاء الله مع هذه التدريبات وايضا يروحوا للسطاة الشهم راح تكون شبيب القبائل المستعدة للموسم 2024 2025 النبزة بما دهي مخرج الشبيبة ان شاء الله بهذه التشكيلة ان شاء الله مع قدوم المهاجم يعني مهاجم مليح ان شاء الله رب العالمين او مهاجمين راح تكون الشبيبة بخيرة انا نظن باللي عرفت تشكيلة عرفت كيف تختار التشكيلة خاصة في الدفاع اسماء ثقيلة وثقيلة جدا راح تمد اسماء ان شاء الله هذا العام وتكون عند حسن نظن الجمهور ان شاء الله مع هذا اللعب اللي ربما احسن صفقة في هاد المركاتو لانه فاز بها شبيبة القبائل لعب ممتاز جدا جدا نتمنى التوفيق حتى هذا حسب التعليقات لعب ممتاز أغلير جوش ان شاء الله ان شاء الله يا راصوم قال لك ربع من ناير لا بلشنا لكن هذه حقيقة ام لا المهم خادمات هذا اللعب راح منيها ان شاء الله وتكون في افادة لشبيبة القبائل ودفاء متماسك بقيادة مدني دلونا اللايك الفيديو وعبوني في القناة واشاريكم في هذه السفقة مع فيديو جديد واخبار جديدة سنوافقكم بها ان شاء الله سلام براوتي